الشريك اللي مسؤول عن عملات التصنيع عن التشغيل عن تدريب العمالة صح؟ تمام واحد اسزت هذه المهنة من شركات كبيرة جدا سبت منها الخبرات تمام متعنا قولنا يعني صنعت الزيتون في مصر بيتصنع ازاي؟ ايه السر بتاع مصر ان مصر عالمية في زيتون المائدة؟ اولا يعني احنا مش بنبتدي مش من التصنيع احنا بدين من بدر قوي من الزراع الشركة عندها 550 فدان وعمل علاقة طويلة الامد مع مزارع كبيرة حوالي 1500 فدان احنا اكبر مصدر لزيت الزيتون في مصر ناشا الله بش كده وبس عندنا خلطة سحرية في الزيت احنا عندنا معصارتنا في سينة هي في بعد النفع على طول بس كل الزيتون اللي جاي لها الزيتون سينة عندنا سيوة وعندنا الصحراوي فبنقدر نعمل خلطة مجمعة زيت مصر كل حاجة الحاجة الحلوة اللي فيه احنا تقريبا يعني يمكن 95% من شغلينا تصدير ابتدينا من شهر ونص نبتدي ننزل قبل خمسة في المية دوننا العيون فين؟ اه شعب المصر الغالباء نفسي يوكل زيتون حل ناكله منين؟ اه والله يعني احنا ابتدينا ننزل في السوبر ماركتس الكبيرة ابتدينا نروح للموازعين الكبار لسه بقى انا شهر ونص مش كتير اه لان احنا يعني السوق المحلي اه بقى ابتدينا نهتمي بيه مؤخرا بعد الكورونا من دروس التسويق ان انا الاول ابدأ في السوق بتاعي وبعدين اطلع لبرا انت هتلاهت لبرا ولما حصلت الازمة بدأت تدخل جوه تمام اكيد وجدت مشاكل هقولي حضرتك ما منتش بيتك الاول حضرتك في بداية كلامك انت قلت اللي احنا جايين من شركات كبيرة جدا تمام اه رائدة في المجال دو طبعا مش بس شركات كبيرة احنا كنا اه من صناعة القرار فيها لمدة عشرين سنة صحيح اه سواء انا او اه الشركة يعني انتم التلاتة كنت مديرين في المصنع اه فعشنا اه خدنا بالكامل اه في الشركات اللي كنا فيها فما ينفعش لنا اعيد تاني لأ انا ابتدت من اللي هم انتهوا ليه عندنا علاقات كوية جدا عندنا العملة كلها عارفانة شخصيا برا في الخارج كان نعيش وملحي مع كل العلم اه يا احنا ما بنشتغلش ولا عميل في كندا في امريكا في اليونان في اسبانيا في تركيا في تونس ما بنشتغلش مع ولا عميل ما كاناش مع ايش وملحي وعارفينه كويس جدا وعرفنا كويس جدا الكامير